سلام لابنات نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب اليوم جبت لكم أخواتي طاجين الحلو وانا درتوا الطاجين رئيسي تقدروا تديروه جانبي بدول لحم ويجي من أروع ما يكون يعني السر يكون في التسبيل لغير يعني كانوا عندي قطع من رقبة غنمي أو مفطوم والمفروض نديروا بيها الكسكس يعني جليدة فقلت اننا نغير اليوم ندير فيها بما عندي حبات من البرقوق حبات من الصفرجل والزبيب آثرت اني ندير طاجين الحلو درتوا طاجين رئيسي وكلذيذ يعني والبنى في التتبيلة تمنى لابنات تتبعوا معي الخطوات وان شاء الله يعجبكم وطبقوا في بيوتكم وان شاء الله يعجبكم حكمت لابنات قدر كبير حطيت فيه لتر ونصف من الماء وخليتوا حتى لحق مرحلة الغليان ضفت له ملعقة مارغارين حبات الهي ثلاثة وعودت قرفة وأيضا نجمة الأرض هذا السر الطاجين الحلو باش يجيكم بنين والذيذ يعني بدون اللحم أو باللحم يعني على حسب فقط تتبيلة هي السر ونخليه يتغلى حتى يوصلوا هادو قطع اللحم يعني بما أنه اللحم كان طعمة في طوم يعني خارف صغير فيعني طيب في وقت قياسي كنتم جهزة البرقوق حبيبات البرقوق وحفنة من الزبيب في ماء يعني بعد ما غسلتهم خليتهم يتنقعوا في الماء تقريبا ساعة إلى ربع ومبعد ضفتها اللصوص هادي كتاع اللحم ونخليها طيب يعني على مهل حتى نشوفها نشفت أو تعسلت لصوص نطفي عليها أيضا اللبنات عندي واحدة العفسة نديرها للطاجين الحلو أو للبرقوق باش تديريه في طاجين الحلو ما تديريش مباشرة أنا دائما كنت هنا غسله ونفوره في الكسكاس ووزبيب ومبعد نضيفه في آخر لمسات اللصوص يقعد يعني منفوخ ما يتكمش لك شوي يجيب من أربع ما يكون وبنين إن شاء الله هذه العفسة تعجبكم بما أني كنت متعبة اليوم شوية فدرته يعني نقعته في الماء مدة ساعة إلى ربع والله يجليد وبنين في طاجين ثاني صغير لبنات درت نفس الخلطة ونفس التتبيلة يعني قليل من الماء ومارغارين وسكر وعود قرفة وأيضا نجمة الأرض والحبات الهيل ورميت فيهم حبيبات الصفرجل يعني اختياري حبيت يديريهم دوائر أو أنصاف دوائر على حسب الرغبة وخليتهم ينضجوا لبنات حتى تبدر يعني تتقال وتتعسى اللصوص نطفي عليه والزينة تبقى اختياري أنا درت اللوز كانت عندي كمية من اللوز سلقتها وقشرتها ودرتها في الزيت أبتيفو تتقلى جيدا وهذا سر اللوز باش يجيكمهم قرمش وميد بالش يجي بنين ديروا هذا العفسة زينوا بيها الحلو ويجي من أروع ما يكون فقط لصوص صبر عليها حتى تتقال هذا هو سر الطاجين الحلو واللي ما عندهاش لحم تقدر تديرهم فقط بالتتبيلة بدول لحم وتديرهم كطاجين يعني جانبي بما أني ندرته طاجين أساسي رئيسي يعني الإفطار فدرت كمية كبيرة نتمنى يعجبكم ونرذكم هو طاجين رائع بالتتبيلة هي السر فقط لا غير هي العود القرفة حبات الهيل ونجمة الأرض يعطي واحد البنة في الصوصة الحلو والأروع جربوها لبنات وما تندموش نتمنى لبنات طاجين اليوم أعجبكم خفيفة ضريف تحياتي أختكم الكبرى أم أسيل إلى لقاء فيديو قادم بحول الله تعالى